موسيقى وسامة أنور عكاشة ومحمد فاضل يقدمان روايتهما الجديدة الراية البيضة التلفزيون أول ما ابتدى عمل حاجة اسمها نساق صرف حدد إيه الأسس اللي لازم البرامج والدراما وكل ما يقدمه التلفزيون يمشي على هذه الأسس عشان كده كان له دور رئيسي جدا في تطوير المجتمع في ذلك الوقت حتى لما حصل نجسة 1967 سرعان مصرات يعني أنا واحد من الناس مسلسل قاهرة والناس ابتدته 67 بعد نجسة يونيو من 67 إلى 72 حلقات إسبوعية يعني كانت بتواكب الأحداث اليومية لأنها حتى المؤلفين يعني عاصم صفيق ومصطفى كامل كان بيكتبوا يعني كل 15 يوم يكتبوا حلقتين ما يقدرش يكتب حلقات لي لأنه الحلقة مرتبطة بالأحداث اللي في المجتمع في تلك الفترة حدس بيكم شاف الدكتور عبدال وانت كمان بيدور عليه؟ أعمل إيه يا سيدي مؤترض على المصرحية اللي اختارها فريق التمسيل مصرحية إيه؟ عفريق مصر الجديدة ودي فيها إيه دي مؤترض على إيه؟ هو ساكن في مصر الجديدة؟ أهو كل سنة لازم كده المصرحية اللي نختارها ما يرداش بيه مجرد اعتراض مش هو المسؤول لا ما هتحقكم ما يوصلش للدرجات دي الظاهر أنا كمان هدور عليه معاكم بعد كده فيه طبعا بابا عبدوه وأبناء العزاء شكرا من المسلسلات اللي خدت يعني رد فعل كويس مع الناس لأنها بتعالج قضية مهمة جدا يعني علاقة الأب بأبناءه بعد ما هو كبر وهم كبروا واستقل كل واحد فيهم بنفسه هذه العلاقة علاقة موجودة في كل البيوت البصرية بنات العزيزات أبناء العزاء شكرا مسلسل الرأي البيضة مثلا برضو كان عالج قضية مهمة جدا والصراع بين الطبقة الجديدة والزاي احنا نحافظ على ثقافتنا وعلى تاريخنا يعني كان برضو قضية مهمة جدا احنا عملنا اللي علينا ياولاد أصرناش وما استسلمناش بسهولة وما رفعناش الرأي البيضة إلا مرهمين لا الحكاية لسه مخلصتش والرأي لسه مطرفتش إذاً هنا التلفزيون كان مواكب كل الأحداث سياسياً وبيعبر عنها بجميع أدواته كل سنة وما سبيره طيب وبخير ما سبيره الإذاعة والتلفزيون مبنى كله كل سنة وطيب اشتركوا في القناة